كيف تجربتي مهانية؟ بالنسبة لتجربتي المهانية بدأت في سنة 2005-2007 بعد أن أخذت إجازة في الأدب الإنجليزي كمبتيل دار النشر بريطانيا ومن بعد أسست شركة الاستيراد وهي شركة بوكلان طبيشين في المغرب وكنت توردوا الكتب الإنجليزية واحد مجموعة من الدول الإنجليزية أولا كموجلس في الأدب الإنجليزي وكاميهاني الحمد للتكون في المكتابة وتكون في المجل التربوي نحن كمؤسسة مواطنة ومحترمة يعني لدينا ناس خبراء اللي كنشتغلوا معهم في القطاع التربية والتعليم اللي هما مفتشين سابقين في الوزارية يعني كنشتغلوا على أساس باش نجيبوا واحد الكتاب يعني في المستوى المطلب باش نزعوه في المؤسسات الخصوصية ويعني ولي كيحطان واحد مجموعة من معطايات الوزارة التربية الوطنية كتتشتغل عليها رخصة كناخدو عن الوزارة التقافة قبل من استواردو أي كتاب يعني هي اللي كتعطينا مصادقة أو لا موافقة موافقة أولية باش كنعطيوها للجامارك والجامارك هم اللي كي يعني كي أبروفيو الكتاب باش يدخل ولكن قبل يعني كين أكاديميات والموديلات الإقليمية اللي كي يصدقوا على الكتاب وكي يوافقوا عليه باش المؤسسات الخصوصية يشتغلوا به استيراد تقريبا بين 12 إلى 15 مؤسسات يعني كتشتغلوا بهذا المجال صعيب باش نعطيك رقم لكن ممكن نقول لك يعني تقريبا مليون تلميذ في القطاع الخاص لكن كين بقابلك يقتنوا كتب يعني المستعمالة ويعني قد نقول واحد خمسمائة ستمائة ألف كتاب يعني مستورد يعني سواء في العربية ففي الإنجليزية وفي الفرنسية إشكالات اللي كان وجهه أولا يعني يعني مراقبة أولية اللي كان ديرها في دار النشر قبل من يعني نستورده أي كتاب لازم يعني نشوفه يعني كي يحطر القيام الدينية ديال الدولة يعني وكي يحطر الدولة وكي يحطر المقدسات ديال الدولة إلا فيه يعني أي مشكل كان يعني كان كان كتبول دار النشر والدار النشر هي يعني كتدير واحد من جموع يعني من الإجراءات قبل ما استوردو الكتاب باش ما نوجهوش يعني ما نوجهوش يعني ما نوجهوش مشاكل سواء مع وزارة الاتصال والوزارة التربية الوطنية وبعد يعني مؤسسات الخصوصية و المشكل آخر يعني اللي كان يعني منه هو هو التمن يعني بالنسبة للأسعار يعني أسعار دون نشر يعني مثلا في بريطانيا بالنسبة للمغرب يعني بالنسبة لهم تمن يعني مش بحال الدول الأخرى الدول الخاليج كي بيعوا الكتاب سبعين ثمانين باوند إحنا في المغرب يعني تمن الكتاب يعني مية وخمسين ميتين ثلاثة بيتدرام بالنسبة لهم هذا التمن يعني ضعيف شوية بمقارنة الدول اللي كي يخدوا عندهم الكتاب سواء أوروبية سواء الدول الخاليج بالنسبة للجاماريك ما كان أديوش يعني مصارف الجاماريك لكن وبنسبة للضرائب يعني مؤسسة شركة كباقي الشركات يعني كأديو ضرائب على الأرباح والعكس يعني إحنا كان يعني كان نيغوسيو مع دون النشا وكان أعطيهم يعني الأتمينة اللي كي ينفسق وهما عافي الأتمين اللي كي ينفسق وكمستورد يعني عندنا لما رجلالي هي 30% 50% كتبقى 25% كنعطيها من الكتابات كتبقى لنا 25% ومكسين يعني كي يخدوا يدار ناشر يدار ناشر اللي عنده مصارف كتير يعني عنده حقوق مؤلف عندو واحد مجموعة اللي كي يخليه كتاب يعني كتاب مستورد غالي يعني في السوق المغرب بنسبة لنا يعني يعني أنه يعني هاتما غالي هو الرقمنة الرقمنة هي واحدة مجموعة يعني من البلاتفورم التي يجعلون هذا الكتاب هذا بالنسبة للمواطنة المغربية غالي المنافسة هي التي تحدد السعر والجودة إلى يعني درناشر عندها كتب الجودة يعني ضروري يعني كيكو ثمان ثمان بمئة وخمسين تلتمية درهم وكين منافسة لي ممكنش تزيد يعني على الدرناشر الأخرين وعلمستوريد الأخرين حيث المؤسسات الخصوصية يعني كيراقبوا هذه الأسعار لا أظن أنها يعني صحيحة مئة بمئة لكن كين بقى المؤسسات الخصوصية وغالبا المؤسسات اللي كيحترموا مؤسسات التربية والتعليم لكن أغلبية المؤسسات الخصوصية يعني عندهم مفتشين عندهم اللي كيراقبوا الكتب وبالنسبة الكتب اللي كيتغير كل سنة هنا كان المشكلة يعني في مديرة المناهج اللي كل سنة يعني كيبان لها مستجد ولازم تغير الكتاب اللي كل سنة اللي كل سنة اللي كل سنة